اهلا بك عزيزي المشاهد في برنامج اسألوا ولا انت سؤكم تعالوا نسمع ونشوف مع بعض سؤال الحلقة صديقي الغالي المسلم سألني أيهما أفضل للمسلمين أن يكون عندهم أربع أو أربعة قرآن أم قرآن واحد وهو جاء وقال طبعا الإجابة قرآن واحد منعا للاختلاف والفرقة فلماذا عندما نزل الإله شخصيا حسب عقيدتكم المسيحية لم يترك لكم إنجيلا واحدا منعا للاختلاف والفرقة طبعا بشكره جدا وبيننا جوا من الود والحب ومحاولة فهم الآخر طيب أنا مش موضوع القرآن فأنا خليني في الإنجيل مشكلة أخويا العزيز الغالي هي خلطه ما بين مفهوم الوحي في الإسلام والوحي في المسيحية الوحي في المسيحية مش كتاب نزل على المسيح فالمسيح ما نزلش عليه كتاب ولا كتب ولا كتب أي كتب فالإنجيل هو حياة المسيح وكلام المسيح وتعاليم المسيح كمان عدم فهم برضو معنى كلمة إنجيل عملة مشكلة فكلمة إنجيل هي كلمة يوناني معناها الخبر الصار أو البشارة المفرحة والبشارة دي هي إن المسيح تجسد وجهل الأرض عشان يعمل الفداء والبشارة دي كتبها بوحي من الله أربع أشخاص كل واحد كتب عنها من زاوية معينة ومع بعض بتكمل الصورة يعني ما فيش بينهم أي تناقض لأن الرسالة واحدة واللي كتبها واحد هو الروح القدس روح الله عشان كده ما فيش أي تناقض حاصل ما بين الأنجيل وبعضها كل واحد شاف المسيح من زاوية التاني شافه من زاوية تانية فالأربع كمانوا بعض لما تحطوهم جميع بعض تعرف سيرة المسيح كلها على بعضية لكن ما فيش حاجة اسمها وحي نزل على المسيح عزيزي المشاهد فكر في اللي قلناه ومستنينك الحلقة الجاية ومستنين أي سؤال عندك عشان برنامجنا اسمه اسألوا ولا انتسوقوا اشتركوا في القناة